في عام ثقيل فتحت أبوابه بجائحة عصفت بالبشرية جمعاء في الصحة والاقتصاد يقترب 2020 ببريقة أمل تزفها شركتي أدوية بعد إعلانهما عن فعالية اللقاح قبيل تقديم طلب ترخيصه اللقاح الذي يأتي في وقت حرج تعاني منه شعوب الأرض بعد أن جعل الوباء مسار الحياة نحو ظروف صحية جاءت على دول نامية بهلاك منظوماتها الصحية المهترئة وبعد أن وصلت في دول شتى حالة من الضرب في الودع والتنجيم بأعشاب وأطعمة قد تنقذهم من موت أو إصابة خطيرة تغير مسار الحياة اليوم تعلن الشركتان عن نجاعة اللقاح بنسبة 90% فتؤيد منظمة الصحة العالمية إيجابية اللقاح المنتظر الذي تضعه في مؤشر تغيير الوضع الوبائي في أذار المقبل تأييد يدعمه موقف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ومنافسه السابق دونالد ترامب الفيروس الذي حصد إصابات فاقت الخمسين مليون حول العالم أشغل بالج هابيذة الطب وخبراء الصحة في العالم حتى أنهم يربطون الليلة بالنهار ويبذلون ملايين الدولارات لسباق فاعل مع الزمن ينقذ أرواح ضحية القاتل الصامت يأتي الإعلان عن اللقاح الجديد بعد جهود قاسية لجامعة إكسفورد التي تعاونت فيما مضى مع شركة أسترازينيكا عملاق الصناعات الأدوية والمنافسة الشديدة بين كبرى الشركات الأدوية في العالم للحصول على لقاح معتمد وليس هذا بكثير على كورونا المستجد فهو الذي يضع اليوم دولا عظمى على المحكة أما في صورة التفاؤل هي التي توضع في ميزان المناورات الناجحة التي تجريها دول كبرى لإيجاد لقاح فعال ينهي الرعب في قلوب الذين لم يتجرعوا الإصابة بالواباء